رمضان والقيام صلاة القيام من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه ولقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الناس على قيام الليل خاصة في رمضان فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وقيام الليل هو دأب الصالحين على مر الزمان فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم فقم وحيدا في محراب الاعتراف واشكر مولاك على أن هداك فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسليء ترجمة نانسي قنقر